أهلا بكم تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الرسالة تتضمن دعوة جلالة لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلوان والذي سيقام على حلبة مرسي مرسياس في مدينة أبوظبي خلال شهر نوفمبر القادم من هذا العام وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدة سعادة السيد محمد سلطان سيف السويدي سافير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وذلك خلال استقبال جلالة له في قصر الصخير هذا اليوم وأعرب جلالة العاهل المفدة عن ترحيبه وشكره لسمو ولي عهد أبوظبي على هذه الدعوة الكريمة والتي تأتي في إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة كما عرب جلالة عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين من تطور ونماء في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح شعبيهم الشقيقين متمنيا جلالة لدولة الإمارات العربية المتحدة كل التوفيق لإنجاح منافسات سباقات الفورميلوان موسيقى 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 موسيقى